قضاء القائم في أقصى غرب محافظة الأنبار يبعد 480 كم شمال غرب بغداد بمساحة تقدر ب 6460 كم مربع يتمتع القضاء بخصوصية كبيرة بسبب موقعه الجغرافي فهو يقع على الحدود العراقية السورية ولا تفصله عن مركز مدينة البوكمال سوى 4 كم فقط يعتبر بوابة البلاد لنهر الفرات الذي يدخل العراق عند القائم يضم القائم 4 مدن هي حصيبة مركز القضاء وناحية العبيدي والكرابلة والرمانة فضلا عن 50 قرية تقع ضمن الحدود الإدارية للقضاء يقطنه نحو 250 ألف نسمة يتركز معظمهم في مركز القضاء والنواحي التابع له سيطر تنظيم الدولة على القائم في العشرين من حزيران عام 2014 عقب سيطرته على الموصل ثم تمدد بعدها إلى راوى وعانى وصولا إلى هيت والرمادي عدة عوامل زادت من صعوبة معركة استعادة القائم كطول المسافة المستهدفة وتداخل الأراضي مع مناطق سيطرة التنظيم في سوريا حيث تمثل مدينة البوكمال السورية خطا خلفيا للتنظيم باعتباره معقلا مهما له فضلا عن امتداد نطاق سيطرته هناك وصولا إلى الميادين التي أعلن النظام السوري سيطرته عليها مؤخرا صعوبة المعركة تتمثل كذلك بطول الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا بطول ستمائة وخمسة كيلومترات فضلا عن تعدد الجهاد المسيطرة عليه فعلى سبيل المثال تسيطر ميليشيات سوريا الديمقراطية على جزء منه بما في ذلك معبر القامشلي مع العراق